لسه مكمليين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا في البداية عندنا فقرة خاصة جدا عن الكاتب الكبير إبراهيم أصلا هو راحل عنا أمس عن عمر 77 سنة وبدأ بعد تعرضه لأزمة صحية من أهم وأبرز أعماله بحيرة المساء يوسف ورداء وردية ليل عصفير النيل وعصفير النيل تحولت لفيلم سينمائي خلوة الغلبان وكمان من أهم رواياته مالك الحزين هي كمان تحولت لفيلم سينمائي المخرج داود عبدالسيد فيلم الكيت كات نهار دا حيكلمنا عنه عن شخصيته وعن أهم أعماله الكاتب دكتور عبدالبادية عبدالله أستاذ الأدب الحديث بجامعة فرسعيد صباحا خريفا نهار بطاعة لو ابتدينا للناس اللي ما يعرفوش كويس إبراهيم أصلا نقول لهم إيه عنه هو الحقيقة أنه الأستاذ إبراهيم أصلا أحد الكتاب اللي بنطلق عليهم جيل الستانيات اللي هو الجيل يعني إحنا ننتمي إليه برضو وبيبقى فيه فرق شوية في السن في البداية يعني مثلا واحد يزيد سنة أو اثنين أو كده بتفرق لكن بعد كده الأمور بتمشي بشكل تلقائي جدا هذا الجيل بيميزه حاجتين أولا إحساسه القومي عالي جدا لأنه ابن المشروع القومي الجزء الثاني البعد الاجتماعي أنه هو بيشعر بمعاناة المجتمع ككل والحلم بتحقيق شيء من العدالة دول أهم معنصرين بيعتبروا قسم مشترق في هذا الجيل إبراهيم أصلا على وجه التحديد مش بالضرورة يكون في هذه العناصر شيء يعني بارز وجاهد لكن في شيء أهم بيربط شخصية إبراهيم أصلا وهو المكان اللي ولد فيه وعاش فيه إبراهيم أصلا هو ابن القاهرة يعني مش من أبناء الريف والقاهرة اللي هي من بابة بالنسبة لها طبعا القاهرة الكبرى والكيتكات بالضبط كده الكيتكات دي لها قيمة تاريخية همة جدا لأنه مدخل العصر الحديث كان في الكيتكات في معركة نابوليون الجبارتي بيسميها معركة إمبابة والكيتكات إمبابة لكن المؤرخ الفرنسي بيسميها الأهرام معركة الأهرام بمعنى أنه بيرى أن هذه المعركة بينطق فيها التحدي التاريخي لحضارة قديمة والبحث عن حضارة حديثة إحنا بناخد الجزء الجغرافي في الموضوع إبراهيم أصلا وأنا هستكق هنا على آخر كلمة كتبها الأسبوع اللي فات المقال اللي نشر في الأهرام وهو ما زال على مكتبي يعني إلى الآن وطبعا مش عايزة أقول إحساسي بالدهشة لخبر وفاته كان لازم أبدأ بكده لكن حاولت أن أنا ألغي الفكرة دي من دباغي ما قدرتش مش لأنه هو الموت ده شيء غريب لا الموت متوقع في أي لحظة إنما لأن هذا الجيل رغم إنه كبر وبقى في السبعينات أهو بنشعر إننا لسه شباب صغيرين عندنا القدرة وعندنا الرغبة في العطاء وإننا ندي شيء وكأن إحنا يفترض يعني إننا حنقول للموت ننتظر شوية لما نخلص مشاريعنا وبعدين نتفضل إحنا جاهزين يعني ده طبعا غفلة ما بيحصلش كده يعني لكن دي حالة بتصيبني أنا بنوع من الدهشة المحزنة لأنه اتخطف ودايما قبل كده خيري شاء الله بيقوق قبل كده يعني وأنيس والناس بتحصل فيها هذا يعني الشرخ الكبير فبتتساقط يعني وأنا متخيل إنه هو رغم السبعينات اللي مر بيها هو مازال شاب يعني بكتابته وبروحه وبإرادته في إنه يعبر عن الحياة والزبط كده في المقال الأخير بيتكلم عن أحداث صغيرة إنه بينقل من بيت لبيت وعنده كذا لكن في الحقيقة هو فيه جدلية حصلت في هذا المقال بينه وبين نفسه فيما يشبه المناجاة يعني أو الديالوج داخلي يعني بينه وبين نفسه يعني بيتكلم يعني ده وقت أتكلم فيه أنا لازم أتكلم عن حاجات أهم الوضع العام طب هو فيه حد لسه حيقره ويسمعه يعني أصبح في داخله إشكاليات كثيرة قدرته على إنه هو مازال يعطي ومازال يؤثر لكن في ثنايا هذا الكلام قال كلمة عبرة جدا اللي هي في تصوري أنا كانت قمة القلب بالنسبة له المجمع العلمي كلمة المجمع العلمي جات عبرة كده بالنسبة لإبراهيم أصلا وبالنسبة لموطنه ومولده واهتمامه يبقى مهمة لأن المجمع العلمي ده يعني نابليون يعني وصف مصر يعني البحث عن العصر الحديث نابليون فتح النمسا ما عملش وصف النمسا فتح روسيا ما عملش وصف روسيا لكن عمل وصف مصر ده باقي الحملة قاعدت ثلاث سنين ومشت لكن هذا الكتاب باقي طيب وهذا الكتاب إحنا بنتمسك به رغم أننا أهملناه كتير لحد ما وجه زهير الشايب من 10-15 سنة وبدأ عملية إحياء هذا الكتاب ثم تبناته هيئة الكتاب في زمن سمير سرحان وأعيد ترجمته كاملا يعني فوصف مصر جزء مهم من تراث العصر الحديث لأن احنا دخلنا العصر الحديث بعد الحملة الفرنسية وإحنا بنحاول ندخل العصر الحديث إلى الآن وساعات ندخل ونلاقي نفسنا بنخرج تاني ونرجع ندخل وبنحاول يعني فيه حالة صراعة غريبة ما بتحصلش في أي بلد اللي عندنا إننا كل ما نتقدم شوية نلاقي نفسنا بنرجع تاني الورا دي بالزبط القضية لحركة إبراهيم أسلال في التذكير بهذه العبارة السريعة عن المجمع العلمي في آخر مقام ده بالنسبة للكلمة البداية عن إبراهيم أسلال إنما لما نيجي بقى لأدب إبراهيم أسلال خلينا نتكلم عن أكتر ما كان يميز أسلوب إبراهيم أسلال بالزبط كده يبدو إنه حياته الأولى وعمله كان له تأثير هو طبيعة عمله إنه قدر يشتغل في 24 ساعة يعني كان بيشتغل بالليل في وردية ليل ويشتغل بالنهار ويشتغل الظهر بينما الإنسان العادي بيشتغل الصبح ويروح البيت ينام بالليل فهو بقى عنده خبرة بالأحوال كلها اللي بيمر بها الإنسان وبيشوف الناس في حالات مختلفة يعني الناس اللي بيبقوا بيتعمل معهم بالليل فجر ساعة 12، ساعة 11، ساعة 3 صبح غير الناس بتوعى الساعة 8 أو الاتنين الصبح يعني مختلفين فبقى عنده إدراك لطبائع أو المتغير اللي بيحصل في الإنسان التغير الإنساني أو النفسي اللي بيحصل في هذا التوقيت الجغرافي لكن ده له شيء مهم آخر وهو التركيز الشديد في العبارة هو أسلوبه ومش أسلوب تليغرافي بمعنى أنه سريع وخاطف لا بمعنى أنه نقش دقيق دقيق جدا وينقل إلينا صورة كأنه بيصنع سجادة بكلمة بيحط اللون المناسب بيحط الخط القطع يعني فيه صورة كاملة يعني قصد كامل لبناء عمل فيه زخرفة فنية راقية وفي الوقت نفسه فيه بساطة وده صعب إنك تجمعي العمق مع البساطة إلا إذا كان اللي بيشتغل واحد متودك يعني معلم في الشغلة بتاعته طبعا فده كانت من العناصر الأساسية في كتاباته البطل عنده البطل عند إبراهيم أصلا مش المثقف المتفجر بالطاقة والحيوية والإنسان نلاحظ إن الشخصيات اللي عنده كلها شخصيات عادية جدا البساطة اللي كل مهمتهم في الحياة إنهم يعيشوا هذا الإنسان اللي عاوز يعيش لا يملك العبقرية الهائلة اللي تصلع منه أستاذ أو تصلع منه طبيب أو تصلع منه ممثل أو تصلع منه إنسان عادي جدا لكنه قدر يجعل هذا الإنسان العادي هو مشروعه ويكتشفه ويعيد اكتشافه مرة تانية في قصصه أو في الروايات الأعمال بحيث إننا ما نلاقيش فرق بين أبطال أعماله أو شيء معين بيميزه إلا إن هؤلاء الناس لديهم إرادة في أن يعيشوا بالرغم من كل المعوقات اللي بيمروا بيها نركز على المواطن المصري سواء كان مثلا اللي عايز يعيش يوم بيوم تقريبا هو كده صحيح طب في روايتين نتحوله والإبراهيم أصلاً لأعمال سينمائية عصفير التين وملك الحزين ونال عنهم جوائز صحيح اللي اتنين طب ايش معنى اللي اتنين دول لا يعني هو الاختيار عادةً بيبقى اختيار مخرج بيقول لما أنا عايز أقول إنه مثلا الكتكات الفيلم المشهور هو أضاف إلى السينما المصري لكنه لم يوضف إلى الرواية أضاف إلى السينما إيه إنه عالم مختلف لم تقعد لم تقلب في السينما إنها هتعبر عنه هي السينما بتعبر عن الحارة في أعمال كتير وبتعبر عن الطبقة المتوسطة والبيوت المتوسطة في طبقة كتير إنما هذه التركيبة مش بيئية تتركيبة إنسانية ناس بسطاء لكن عندهم مشروع بسيط مش قادرين يحققوه بيشعروا بالعجز أمام تحقيقه وما بينضلوش ما فيش عملية حراك وصراع وكيف ده هو مهمته إن هو بيعاني في صمت وبيحلم عشان يحقق هذا الحلم فبيتقدم لك دايما شخصيات فيها بساطة الحياة لكن فيها إصرار ده الجديد اللي عمله هذه التركيبة اللي هي ما فيهاش التحدي القوي للمعايير أو للقيم هي اللي فرقت أو اللي ميزت الأعمال اللي بيقدمها عن الأعمال الأخرى اللي فيها توهج الموقف أو التحدي الصارخ أو التمرد لا لا هو الأمور بتمشي ببساطة ببساطة الإنسان العادي ولكن ده ما يمنعش إنه عنده معاناة وعنده رغبة في التحقيق وعنده إرادة لكن ما عندوش الفكرة الصراع فكرة الدراما أو التراجيدي يعني دي مش موجودة في الأعمال وده لأن برضو الإنسان في بعض الأحيان أو في معظم الحالات عاوز يعيش يقدر نقول بساطة أسلوبه وبساطة الشخصية اللي بيتكلم عنها هي دي اللي ممكن تكون قربته من منا وقربته من هو طبعا زي ما حضرتك قلت بساطة الأسلوب وبساطة التركيبة لكن في حاجة تانية كمان هو واخدها من يحي حقه لهو كان وده كان صديق جدا قريب جدا من يحي حقه وكان صديق إبراهيم أصلا لما بيكتب لا يكتب من منظور أستاذ بيقدم للقارئ عمل إنما هو بيتعامل مع القارئ كصديق ولذلك دايما يقول له تعال معايا أنا كنت قلت لك كذا كذا والموضوع فبتشعر أنه بيتكلم مع إنسان ند له ويسر إليه بما يسره الصديق لصديقه وليس الأديب اللي بيعطي من عبقرياته شيء معين يقدمه للقارئ في وجبة هذا بيلتقط القارئ العادي بسرعة وبيحصل المسج الجميل بين المتلقي وبين الكاتب فده ربما يكون بل في تصوري هو أحد الأسباب بالإضافة يعني موهبته طبعا ما فيه شك إنه هي هو مقل في الانتاج صحيح لكن جيد جدا في انتاج كان كل أعمال مميزة جدا متميز بزبط من حوالي عشر سنين وجه إبراهيم أصلا أزمة بعدما نشر لي رواية وليمة الأعشاب إيه وليمة الأعشاب إيه المشكلتها كانت هي الرواية إحنا الحقيقة عدينا مشكلة في التفسير أو التأويل يعني كل واحد عاوز يعني في مرحلة معينة وخصوصا لما بيكون فيه نوع من ضيق الأفق عند بعض المثقفين أو عند بعض رجال الدين يعني فبيبقى فيه تأويل خاطئ بيقول الرواية دي فيها مروق فيها خروج عن غير مقبولة دينيا يعني فيه ساعات الناس عايزة تتحدى فبتلاقي فرصة لهذا أنا حديلك مثال واضح جدا أولاد حارتنا أولاد حارتنا لنجيب محفوظ أنا أريت إن الشيخ محمد الغزالي قال كده أريت له بيقول أنا في نشر أولاد حارتنا كنت أريد أن أواجه النظام زمن عبد الناصر ولم نكن نستطيع فاتكأت على هذا العمل لأهاجم النظام يعني هو بيعترف أنه مواجهته لهذا العمل كان مش رغبة مش كراهية للعمل نفسه ولكن لأنه يريد أن ينفذ من خلال شيء معقول إلى الشيء اللي هو عاوز يصل إليه طبعا الأمور استقرت ومازلنا في صراع أولاد حارتنا خير ولا شر كذا ولا كذا نفس الحكاية حصلت بالنسبة لرواية حيضر حيضر هي الرواية بتناقش قضايا ربما يأخذها بعض الناس على أنها نوع من التحدي أو المروق أو الخروج على المألوف الديني من أي زاوية من زاوية الشخص اللي عاوز يلغي المنطق العقلي ويعتبر أنه أي اجتهاد أي تفكير عقلي يعتبر مرفوض هدايك شايف المشكلة كانت أكتر في التأويل هي مشكلة تأويل لا هي مشكلة هي المشكلة كلها التأويل ما هي نجيب محفوظ مشكلته برضو في التأويل صحيح دكتور عبدالبدي عبدالله الكاتب وأستاذ الأدب الحديث بجامعة كفرسعية باشكر حدايك جيبنا النورتنا أنا شكل جدا مشاهدينا لسه معينا فقرات بعد الفاصل بس دلوقتي هنروح لتقرير عن افتتاح مركز الهناجر للفنون بعد تطويره مشاركة العديد من الفنانين والنقاط بدار الأوبرا النصرية نشوف التقرير ونرجع نكمل فقرات